سيقنعونك أن الفقر ليس عيبا وأن الله يحب الفقراء أكثر وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان فقيرا وأن القناعة كنز لا يفنى وأن الزهد فضيلة وأن الطمع رذيلة وأن الطيبة هي رأس بال الفقراء وأن الأغنياء هم محض مصاصي دماء هذا نوع جميل من المخدرات ستجعلك تستمتع بفقراء تستلذ بحاجتك ترضى بضعفك وقلة حيلتك لن يحدثك أحد عن طلحة وسخاء ولا عن الزبير وعقاراتي ولا عن ابن عوف وتجارتي ولا عن سعد بن أبي وقاص وصدقاتي ولن يحدثك أحد عن عثمان بن عفان لن يحدثك أحد عن عثمان بن عفان والذي جهز جيش العسرة وقال له خير من مشى على هذه الأرض ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم رضوان الله عليهم أجمعين لن يحدثك أحد عن استعاذة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من الكفر والفقر ولن يحدثك أحد عن قوله عليه السلام أن اليد العليا خير من اليد السفلة ولا أن المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف لن يكلمك أحد عن كلمات الشيخ محمد الغزالي كل دعوة تحبب الفقر إلى الناس أو ترضيهم بالدون من المعيشة أو تقنعهم بالهون في الحياة أو تصبرهم على قبول البخس والرضا بالدنية فهي دعوة فاجرة يراد بها التمكين للظلم الاجتماعي وإرهاق الجماهير الكادحة في خدمة فرد أو أفراد وهي قبل ذلك وهي قبل ذلك كله كذب على الإسلام وافتراء على الله بل سيقولون لك أنه لا بأس أن تكون فقيرا ضعيفا محتاجا فحينها لن تسأل لن تنتقل لمرحلة تطالب فيها بأكثر من قوت يومك